موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد على قناة اينشتين مصر في الفيديو ده ان شاء الله هتكلم عن وهوضح يعني ايه هنبدأ مع بعض قبل ما ابدأ عايز ادخل كده ووضح مفهوم او معين يعني او الضرب الكورتيزي باللغة العربية يعني انا لو عندي هنا اسمها الا دي فيها واحد واثنين ولغاية اي ك وهكزا برضو البي عند فيها بي واحد و بي اتنين لغاية البي ام مسلا انا هاخد ال اي ووزحها على كل الانمتس بتاعة البي لغاية انها قد ال اي واحد مع ال اي مع البي واحد طبعا في زوج مرتب هنا في فصلة اه مع ال اي واحد مع ال اي اتنين ال اي واحد لغاية بي ام وهكزا ده بالكورتيزيون برودكت للناس بس اللي مش عارفها احنا هندقل بقى احنا موضوعنا هنا مش الكورتيزيون برودكت انا ليه قلت وبدأت بالكورتيزيون برودكت لان الريشيونز اصلا او العلاقات او العلاقة بين او سيت واحدة هي عبارة عن او مجموعة جزئية او فرعية من الكورتيزيون برودكت دي بقى هنا اه لو كان في عندي من ال اي لل بي ماشي وال اي وال بي دولة تو سيت فالريشيونز دي هي عبارة عن اصلا من الكورتيزيون برودكت لما اجي اضرب ال اي في ال بي ناخد مثال على ثبيل المثال اه انا هاخد مثال هقول مثلا هنشوف اللي ينفع دي بقى رريشيونز ولي مش هينفع يبقى تمام؟ قبل المبدأ pentru buenings يعني what the badings يعني ممكن اقول إن ال اhe ureations دي علاقة مع الب ممكن اعبار عليها بال حركة دي او ممكن او اما احطوهم في زوج مرتب و знач ا erro لو بقي ما هوinya للممكن اعمل الحركة دي ان انا ممكن اعامل a و ار اعمل عليها شرطة بي او ممكن انا اعمل و هي دي الطريقه المتفع يعني اللي هيurday ال b في زوج مرتب لا ينتمه للار دي الطرقتين عشان اكتب او اعب ابر عن الريجيشنز تمام نجي بقى للمسللة تحت هنا انا عندي تو ست الست الاولى اسمها A فيها A و B و C الست التانية هي ال B فيها 1 و 2 و 3 فهنا عطاني علاقة اسمها R في زوج مرتب عطاني ال A وال 1 وال B وال 2 وال C وال 2 بيقول لي هل دي علاقة من ال A لل B اول حاجة اتاكد منها طالما هو حدد لي هنا من ال A لل B يبقى لازم كل عنصر من العناصر اللي في الزوج المرتب العنصر الاول اللي في العناصر الزوج المرتب تنتمي للا A يبقى هتاكد ال A هنا موجودة في ال A ال B هنا موجودة في ال A الس موجودة في ال A تمام العنصر التاني لازم يكون برضو من ال B الواحد موجود في ال B اللي اتنين موجودة في ال B والاتنين برضو موجودة في ال B يبقى دي خلاص دي ريجيشنز دي لا يوجد مانع انها تكون تمام؟ نشوف التانية طيب هنا بيقول لي واحد واثنين واثنين وبي سوري واحد واي واثنين وبي هل دي ريشنز من الاي للبي هشوف الاي هنا او العنصر الواحد الواحد ده موجود في الاي لا يبقى خلاص من غير ما يكمل هي مش ريشنز لان اول عنصر في الزجو المرتب لا ينتمي للست الاولانية هنا دي ممكن تنفع لو انت قلت لي ان دي ريشنز من البي للاي دي ممكن تنفع تمام؟ نشوف بقى التالتة اللي هي البي اعطاني الاي والا الاي والاي والبي والسي والبي والاي هل دي علاقة بس من الاي للاي الاقه مع الاي مع نفسها عادي طبعا ان الاي والاي موجودين في الاي والبي والسي موجودين برضو في الاي والبي والاي موجودين في الاي تمام؟ دي معنى الكنسيبت بتاع العلاقة اخمان ندخل بعد وكدة concepts pierdas кру es بيقول لي هنا او بقىakkوا. انا سمكن امسل العلاقة عن طريق جرافيك كده كدا كذل ما احنا كنا بنرسمها في الدوائل. اوه الجرافيك ده مسلا انا لو عندي two set ها. الست الاولانية هي الا وفيها زير واحد اثنين والست why haft ta هي ال B وفيها اليو والفيه. والعلاقة اللي عندي هي uzulo مع اليو, الزيرو مع اليو, والزيرو مع الفيه, والواحد مع الفيه والافتنين مع اليو وزي مسلها بطريق رسم. هحط العناصر بكلها بتاعت الايه. اللي هي الست ايه. دي بتمثل الست ايه كده كده. هكتب عليها ايه? اللي هي الاتنين والواحد والزيرو عادي الترتيب براحتك. هنا هرتابهم كده بس عشان يبقى منظرهم كويس. وهحط العناصر بتاعت البي كده. السهم هيكون رأس السهم هتكون رايحة من ايه? من المين لمين? هنا العلاقة دي من ايه? تو بي. عرفت ازاي? عرفت من حاكتين. السهم هنا رايح للبي. وان اول عنصر في الزجو المرتب اللي موجود في العلاقة هو بينتمي لل ايه. لا ينتمي للبي. حلو كده? دي نعرف برضو. ممكن دي جينا اختياري. هل دي علاقة من ايه لبي ولا من ايه لايه? هكزا. تمام? وهنا شوف بقى الاتنين دي. الاتنين دي رايحة لليو. يبقى اوصلها باليو. الزيرو بقى. الزيرو رايح لليو والفي. هوصل الزيرو باليو والفي. الواحد هنا رايح للفي. بس بكل بساتة وحاجة سهلة جدنا. طيب. في حاجة تاني مرضو ممكن امثل بيها اللي هما بين عنصرين. اه ممكن امثلهم في تايبل او في ماتريكس. يعني مسلا لو عندي نفس المثالين السابقين. انا كده هرسم وس هنط öğل ست عندي هحطها في الخنط الصفوف او حطها في العمود الاول بمعنى صح. الخنط الصفوف يعني كده بعملني او في العمود الاول خلينا هني مش هيه في العمود الاول. مشيه في العمود الاول. هحط الست الاولانية الموجودة في العلاقة عندي هحطها في العمود الاول للماتريكس او اللي عندي فالعناصر اللي عندي زيرو واحد و اتنين هحطتهم كده العناصر التانية اللي في بي هحطها في الصف الاول اليو والفي وهعمل عملية بسيطة زي لعب العيالي كده بص الزيرو اليو موجودة عندي او زيرو اليو موجودة عندي هعمل علامة اكس هعمل اي علامة مميزة طيب الواحد واليو موجودة عندي في العلاقة لا الواحد واليو مش موجودة عندي هسيبها فضي الاتنين واليو موجود عندي اه الاتنين واليو موجود عندي الزيرو والفي موجود عندي اه زيرو والفي موجود عندي الواحد والفي موجود عندي اه بس والبقى هسيبه فاضي الماتركس بقى والطريقة دي هي اللي بنمشي عليها ان انا بحط العنصر العنصر الموجود بحطه له true او واحد احنا عارفين طبعا في البيناري ان الواحد بيموسل الترو فهحطه له الواحد واللي هو ما كانش موجود هحطه له زيرو تمام? دي اللي هي هنمشي عليها بعد كده في المسال الجاي. تمام? ندخل بقى على ايه? اله هنا برضو جايب لك ريليشنز. فهنا بيقول لي بقى بيقول لي ايه? امسيلا برضو على ريليشنز. عشان بس هنبقى اتقابلنا الحركة دي. العلامة دي. اللي هي علامة الشرطة دي. خليني كده بيينها. نمسح اله الكلام ده. ماشي? اه خليني هنا بقى اقول له العلامة الشرطة دي. معناها ان الايه ماشي تقبل القسم على البيين. فانا لو جبتلك الست ايه كده. وجبتلك طلع للريشن اللي اسمها الديفاي. او الديفجن. حيث ايه? حيث الايه والبيين العلاقة بينهم ان الايه تقبل القسم على بيين. قري عندك العناصر الموجودة عندي. فهقول اه والله هو الواحد والواحد. الواحد بيقبل القسم على نفسه. اه. والاتنين بتقبل القسم على الواحد. يبقى دي الواحد والاتنين. عشان هنا البي دي تمثل البي خل بقى لكم. وبرضو التلاتة بتقبل القسم على الواحد. والاربعة تقبل القسم على الواحد. الاتنين بتقبل القسم على الاتنين. والاربعة بتقبل القسم على الاتنين. والتلاتة بتقبل القسم على التلاتة. متقبلش طبعا عن حاجة ايه. والاربعة بتقبل القسم على الاربعة. يبقى دي زي ما انتم شايفين كده دي اسمها الار او العلاقة للتعريف اللي هو كان عن توخل هنا فده لو جاب لك تعريف وقال لك بعد كده يكتب العلاقة تمام كده تمام ناخد المسال كاني برضو لو قال لك ادي لو عندي الست اي موجود فيها واحد واثنين وثلاثة واربعة ويعرف لك ان الاي علاقة في علاقة بين الاي والب حيث ان هما مش متسويين يبقى هاتلي كل العلاقة بحيث ان الاي والبي مش متسويين ما سهلة جدا الواحد والاثنين مش متسويين الواحد والثلاثة مش متسويين الواحد والاربعة مش متسويين الاثنين والواحد مش متسويين يعني بمعنى صح هتكتب كل حاجة اهم حاجة مش هتكتب الواحد والواحد والاثنين والثلاثة 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 والاربعة واربعة عشان مستحين ان هما يكون متسويين عشان بس ما نطولش في الفيديو في كلام سهل جدا تمام ودي طبعا الرسمة بتاعتها تمام كده تمام نروح بقى على الجزء الثاني الجزء ده هنا بيعرفني عن ازاي انا اوجد عدد العلاقات الممكنة يعني ايه عدد العلاقات الممكنة انا لو عندي مثلا ست ايه ماشي عندي مجموعة عادية ايه فيها elements ماشي انا عايز اوجد انا اقدر عدد العلاقات اللي انا ممكن اعملها من الست دي على حسب عدد ال elements بتاعتها فاحنا عارفين حاجة اسمها cardinality ان انا بجيب عدد العناصر الموجودة فيه ايه في الست ايه فبقولك cardinality بتاع الايه هافرض ان هو ايه ان ياكم بقى فبيقولك بقى ان عدد ال relations اللي انت ممكن تعملها من الست ايه دي هي عبارة عن اتنين قس ان قس اتنين جات من اين انا عايز اعرفكم ايه جات من اين دي بكل بساطة كده احنا مش قلنا ان ال relations هي subset من ايه من كارتزين برودكت حلب وخالص ال relations subset من كارتزين برودكت طب الكارتزين برودكت للايه لو انا هعمل ايه في ايه هتبقى ايه هتعبارة عن ان في ان ان في ان بتساوي ايه ان تربيع طيب تمام وحنا كده وصلنا حاجة كويسة خالص احنا كلنا عارفين طبعا ان طالما ال R subset من الكارتزين برودكت اللي هي الايه في الايه فده ماشي معناه ان عدد عدد المجموعات الفرعية احنا ده 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 قانون معروف يعني اللي هو اتنين اوسو كده عدد المجموعات الفرعية اللي انا ممكن اطلعها من المجموعة بتساوي اتنين اوسو كده كي دي ايه كي دي هي الكارتزين برودكت اللي ايه في الايه فهحط هنا الكي هنا هتساوي ايه الكي هنا هتساوي الان تربيع يبقى دي بتساوي الكي يبقى انا لو هعوض كده اتنين القانون ده اتنين اوس الكارتزين برودكت اللي هي الايه تربيع طلع عند القانون ده اللي هو فوق اللي هو اتنين اوس ان اوس اتنين تمام كده دي لو عطاني مسلا الست هناخد مثال وهنا عند الست مسلا واحد واثنين الست ايه دي فيها عمص فرين واحد واثنين الكارتزين اللي بتاعتها هتكون اتنين الكارتزين اللي بتاعت ايه هيساوي اتنين فهنا بقى لو قلتلك هتلي عدد اللي انا ممكن اعملها من السدي هتقول لي اتنين قس اتنين قس اتنين قس اتنين اتنين قس اتنين باربعة يبقى اتنين قس اربعة طب 16 يعني انت ممكن تعمل 16 علاقة من العنصرين دول اللي موجودين في السدي ازاي بقى تعال انا انا هوضح لكم بقى في السليد اللي بعده اه ادي 16 علاقة الموجودين عندي اول حاجة اول علاقة ممكن تعملها هي الفايل عشان نقودها كده كونسبت اول ما لو قالك مسلا اكتب لي كل الاحتمالات او كل المحتمل ان انا انت ممكن تجيبها فهتكتب ايه دي لكلهم فانت كده على قول اول ما يقولك كده في حدد هتكتب الفايل وهتكتب كمان ايه الكارتزيون برودكت يبقى ده حاجة سابتة بنحطهم دايما انا عندي هنا الست هي واحد واثنين فالكارتزيون برودكت بتاعتها اللي هي الايه في الايه الواحد مع الواحد الواحد مع الاثنين الواحد الاثنين مع الواحد الاثنين مع الاثنين ده الكارتزيون برودكت فانا كده كتبته من ضمن الريريشنز ان انا قلت الريريشنز هي عبارة عن مجموعة فرعية او من الكارتزيون برودكت تمام بقى تعالوا نشوف الباقي يبقى انا كده حسبت ادي الريريشن محسوبة عندي وادي واحدة محسوبة عندي يشوف بقى الباقي انا خدت الواحد والواحد في الريريشنز الواحد يبقى ادي كده واحد خدت الواحد والاتنين في الريريشنز الواحد يبقى ادي كده واحد طبعا ده زوج مرتب. يعني الواحد والاتنين غير الاتنين والواحد. فاهميني. فانا خدت بعد كده الاتنين والواحد في ال asymmetmt. يبقى دي كده تلات 잎ا عندي. تمام. وخدت بعد كده اخر حاجة الاتنين الاتنين في ال يبقى انا كده طلعت اربعة 잎ا دلوقتي. وطلعت واحدة هنا واحدة هنا. بقى انا كده مطلع ستا ريشن. حلو. تعالوا بقى ناخد الزوج المرتب ده مع الزجو المرتب ده. ادي واحد. وناخد الزجو المرتب ده مع الزجو المرتب ده. ادي واحد. وناخد ده مع ده. ادي واحد تاني. وهكزا. وهتالت. هاخد بعد كده. هوزع. فهميني? ادي كده? هزهر هنا عندي. موجودة عندي. وهكزا. هناخد برضو. من كل ده هاخد تلاتة تلاتة ازواج مرتبة بقى تلاتة 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 هيظهر عندي اربعة. لو جيت بقى انت جمعت كل ده واحد واحد اتنين اتنين واربعة ستة ستة وستة اتناشر واربعة ستاشر. هتلاقي عندك اللي هو القانون اتطبق بكل حزافيره اللي هو اتنين نمسح كده. اللي هو اتنين قس ان قس اتنين. اللي هو القانون اللي بجيب بيه عدد العلاقات الممكنة. تمام كده? اللي هو اتنين قس ان قس اتنين. تمام كده? وهو جاب لك هنا اللي هو اتنين قس اربعة. بتساوي ستة اشم. تمام. ندخل بقى على اهم جزء في كل ده كان مقدمة. اللي هو آآ الخواص بتاعت الريشنز. هنا البروبيرتز بتاعت الريشنز مش بنقول عليها الطيب بتاع الريشنز. لسبب. الطيب بتاع الريشنز احنا عارفين وكلنا هو الوان تو وان. وان تو ميني ميني وهكزا ميني تو ميني كده. ده الطيب اوف ريشنز. لكن هنا دي خواص الريشنز. فانفرق بس عشان الاسماء بس عشان لو حتى نبحث على جوجل وكده. فدي اسمها البروبيرتز تمام? اول خاصية عندي هي اسمها الريفليكسيف ريشنز. باللغة العربية معناها العلاقة الانعكاسية او العكسية. ايه بقى الديفينيشن بتاعها? هنا بيقولي الريشنز اللي انا بسميها ريفليكسيف. امتى بسميها ريفليكسيف? في حالة ايه? في حالة لو انا عندي العنصر ايه والايه. عنصرين العنصر متكرر مرتين في الزجل مرتب? بينتمل العلاقة. لكل عنصر من ايه? من الايه? يعني ايه الكلام ده? لو انا عندي الست او المجموع اللي عندي واحد واثنين وتلاتة واربعة. المفروض ان انا الاقي الاقي العنصر واحد ده وشبيهه. في علاقة. اه الواحد والواحد. مفروض انا 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 ا لو جيت امثلها في ماتريكس او في تابل. هلاحظ حاجة. هلاحظ ان انا في الرفليكسف ان انا لو جيت امثلها. انا لو هنا كتبت مسلا عناصر اللي عندي واحد اتنين تلاتة واربعة. واحد اتنين تلاتة اربعة. اللي انا عندي دي اللي انا اوجدناها في السلودات اللي قبل كده اللي بتقبل القسم على اه على بعض يعني. فالواحد والواحد. الواحد والواحد موجود يبقى احط واحد. الواحد والاتنين. الواحد والاتنين موجود. احط واحد. الواحد والتلاتة موجود احط واحد. الواحد والاربعة موجود احط اربعة واحد. الاتنين والاتنين. الواحد والاتنين. هل ما واحد والاتنين موجودة? اه سوري هل الاتنين والاتنين اهو عشان احنا في الصف الثاني. الاتنين والواحد موجودة? لا. حطوا زيرو. الاتنين والاتنين موجودة? اه. حطوا واحد. الاتنين والتلاتة موجودة? لا. حطوا زيرو. الاتنين والاربعة? اه موجودة الاتنين والاربعة. ها. حطوا واحد. وهكزا. هلاقي بقى حاجة في الرفليكسف. هلاقي ان كله بوحايت. اهو. هلاقي كل القيام فيه في الماتريكس اللي انا عندي او في التيبل اللي عندي هلاقي ان الهو القطر الرئيسي اللي هو كده يعني اللي انا معلمه ده هلاقيه كله بوحاية. لما لقيه كله بوحاية فاديرفليكسي. ليه بقى هي يعني انت لو لاحظت هنا ان انت لو دخلت كده التقاطع بتاع الاتنين دول الواحد والواحد موجودين الاتنين والاتنين التلاتة وفشها دي التلاتة الاربعة وفشها الاربعة. عرفنا ليه كده الوحد واليقول له ال between regional كله بيبقى وحاية. تمام. اه تعالوا ناخد اه مسل برضو هنا بيقولك يعني مسال ان دهم مش فلا فلو قالك الواحد والواحد والاتنين والاثنين والتلاتة وثلاتة حال دي الكسف? لا طبعا. ليه ان الواحد والواحد مش موجودة وموجودة الاتنين والاتنين وتلاتة وتلاتة وكمان الاربعة واربعة مش موجودين. فلا دي مش فلاق. دي لا تنفق. لا تسطح ان هي تبقى reflexive. تمام كده? ندخل على الخاصية التانية وهي ايه? الر reflexive. الر reflexive. علشان ما اللغبطش. الر reflexive مش معناها ان هي مش reflexive. ما اللغبطش عشان ايه? اه دي حاجة ودي حاجة تانية. عشان بس ما اللغبطش. اه لكل اللي انا عايز اسميها الر reflexive امتة لو لقيت ان الاي والاي مش مودين في العلاقة. لكل عنصر في الاي. يعنيه الكلام ده. انا لو عندي العلاقة الاست واحد اثنين وثلاثة واربعة. ماشي. مفروض ان انا ملكيش الواحد ومفروض ان انا ملكيش الاثنين واثنينة. مفروض ان انا ملكيش ثالانة واثلاثة. مفروض ان انا ملكيش اربعة اربعة. طب مع كده مش مش هتبقى مش هتبقى رفليكسب. اه بقى هنا بقى انا عاوز اوضح حالة. ان انا لو لقيت الواحد والواحد. ماشي? ولقيت الواحد والاتنين. وها? دي علاقة. دي علاقة عندي. اه اه. دي علاقة من ضمن العلاقات المحتملة للسدياتي. هل دي الرفليكسب? لا. ليه? عشان انا لقيت الواحد والواحد. طب هل دي الرفليكسب? لا. عشان ما لقتش الاتنين والتلاتة والتلاتة والالربعة والواحد. يبقى ما نلقبطش بين الرفليكسب والر فليكسب. دي حاجة لازم هتنركز فيها. طيب. اهو. جب لك بقى مسال عالالرفليكسب. الرفليكسب هنا في المسال ده كله انت مستحيل تلاقي الواحد والواحد والاتنين والتلاتة والتلاتة والالربعة ウровعة. لو لقيت واحدة منهم يبقى دي مش الرفليكسب ماشي? يبقى Towards تسطح عن تكون طيب تمام تعالوا نشوف بقى لو انا اللي جيت ارسم او امثل ال الريفليكس في تابل او في ماتريكس هلاحظ ايه هلاحظ بقى ان هنا ان المين دياجونال اللي عندي كله اصفار مش وحيد يبقى الكل المين دياجونال اصفار ليه اصفار المين دياجونال لان انا قلت مستحيل لقي العنصر وشبيهه في زوج مرتب عشان كده هو كله هيتحط مكانه فاضي او اصفار تمام كده مشين تمام تمام فهنا جاي وعطيلك بقى مثال على ان دي مش ان هي الريشانز دي ليه دي مش الريفليكسف دي مش الريفليكسف علشان هي تحتوي على الاتنين واتنين وتلاتة وتلاتة يبقى دي نو اتس نوت الريفليكسف طيب تمام ندخل على الخاصية اللي بعدها وخاصية اللي بعدها كده عايزين نركز فيها علشان هم التلاتة اللي بعضيهم اللي ورا بعض دول اللي هم السيميتريك والانتي سيميتريك والاسيميتريك هم اللي بيلغبطوا وهم الصعبين بمعنى صح فنركز مع بعض كده هم هيكون سهلين لو ركزنا كده ونكتب بس مع بعض السيميتريك ريشنز او العلاقة التناظرية باللغة العربية هي ان انت امت تسمي العلاقة دي السيميتريك او تناظرية بسميها سيميتريك لو كان الشرط ده تحق طيب يعني الكلام ده بقى عايزين نوضح الحتة دي بيقولك لكل الا والبي الا والبي دولة موجودين في ايه في المجموعة ايه او في الست ايه انا بلاقي ان الا والبي موجودين في الريليشنز فده امبلاي امبلاي يؤدي اليك لو مش عارف الي يؤدي اليه هيظهر لك اي هنا على ايدك الشمال ممكن تتفرج على امبلايكيشن او التضمين المنطقي او الامبلايز عشان تفهم يعني ايه امبلايز فده بيؤدي الي ايه بيؤدي ان في البي والا موجودين في الار بمعنى اصح انا لو لقيت العنصر الا والبي في العلاقة علشان اقدر اقول ان دي سيميتريك لازم الاقي المعكوز بتاعها اللي هو البي والا يبقى طول ما انا لقيت دي لازم الاقي دي لو لقيت السي والام لازم الاقي الام والسي في العلاقة لو لقيت دي وما لقيتش دي يبقى دي انا مقدرش اقول عليها ايه سيميتريك تمام كده تعال ناخد مثال ناخد مثال على الوحدة انا لو عندي الالرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر الواحد والواحد. هل الواحد والواحد مع كوسحه ايه؟ برضو واحد وواحد موجودة. انا ممكن ما اقدرش اكتب واحد وواحد تاني. ليه بقى? لان انا هنا في قصين مجموعة وقصين مجموعة لا يسمح ليه بالتكرار العناصر. فاهمين لي? يبقى الواحد والواحد هنا دي هنمشيها عادي جدا. هي ومع كوسح موجودين. الواحد والاتنين? المفروض ان انا انا لاقي معكوسها. معكوس الواحد واتنين ايه? الزجل المرتب اتنين وواحد. هل هنا فيه اتنين وواحد? لا. مش موجودة اتنين وواحد اهو. يبقى على طول دي مش سيمترك. دي اتس نوت سيمترك. على طول من غير ما كمل. طالما متحققش شرط يبقى دي على طول من غير ما كمل هتبقى مش سيمترك. تمام. تعالى ناخد مثال على واحدة سيمترك. اوها دي مسلا. العلاقة دي. العلاقة دي. الواحد والاتنين. هل فيه اتنين وواحد? اه موجود اتنين وواحد اهو موجودة عندي معكوسها. طيب الواحد والتلاتة. هل موجود تلاتة وواحد? التلاتة وواحد. اهو موجود تلاتة وواحد اهو. الواحد والاربعة. هل موجود اربعة وواحد? اربعة وواحد. اهو موجود اربعة وواحد. طيب التلاتة والاتنين. الاتنين والتلاتة هل موجود تلاتة واتنين? اهو موجود تلاتة واتنين. الاتنين والاربعة هل موجود اربعة واتنين? موجود اربعة واتنين طيب الثلاثة والاربعة هل موجود اربعة وتلاثة موجودين يبقى طالما لقيت كل لقيت الا والبي بينتمل الار والايت كمان ان في بي و اي بينتمل الار يبقى على طول دي ايه يبقى دي علاقة تناظرية تمام كده مشيين بكل سهولة ونركز ونفهمها نبقى نكتب كده في ورقة عشان نفرق بين التلاتة العلاقة السيمتريك هي ان انت تلاقي الا والبي لازم ان انت تلاقي البي والا لو لقيت عنصر لو لقيت عنصر مع التاني لازم تلاقي المعكوز بتاعهم ماشي تمام كده يبقى دي معناها السيمتريك طيب تمام ندخل بعد كده لو هنجي نمثلها مثلا السيمتريك في متريكس عادية فايه الحاجة المميزة لها الحاجة المميزة لها هنا ان انا لو خدت اي عنصر في الجدول ده او في الماتريكس اللي عندي مع العنصر العكسه يعني انا لو خدت ام اي وجي دي الاي هي الصفوف الجي دي معناها الاعمدة تمام كده عشان بامركزي مع بعض انا لو لو خدت مثلا الام واحد اتنين المفروض المفروض ان هي بتساوي بتساوي ايه الام اتنين واحد يبقى انا هنا اعكست ايه الاي والجي والجي والاي نركز باعه مع بعض تعالوا نجرب هنا دي واحد اتنين تلاتة اربعة وهنا دي واحد اتنين تلاتة اربعة تعالوا نشوف العنصر اللي هو الام واحد اتنين واحد اتنين لقيته بواحد حلو يبقى انا مفروض الاقي اللي اتنين واحد ايه بواحد برضو تعالوا نشوف الام اتنين واحد ادي الام ادي اتنين واحد لقيته بواحد يبقى انا طلق ولو جربت على اي عنصر لو ما ناخد مسلا ناخد مسلا لوها اتنين واربعة المفروض ان هي تساوي الام اربعة واثنين تعالوا نشوف اتنين اربعة اتنين اربعة لقيتها واحد ماشي الارباعة اتنين الام ادارباعة ادارباعة اتنين ايتها برضو بواحد يبقى كده لا عشان تعرف برضو حاجة مميزة في السيمتريك ان المفروض العنصر ولما تعكس الرقم الصف مع رقم العمود يديك هو هو القيمة نفس القيمة تمام كده ندخل على الحاجة اللي بعدها او الخاصية او البروبيرتز اللي بعد كده اللي هي الانتي سيمتريك نكتب بعد كده الانتي سيمتريك علشان بس نوضح عشان يعني هي تعتبر اصعب واحدة فيه وهمة التلاتة دلوا بنلغبطوا الانتي سيمتريك بقى بتعمل ايه او ايه الحاجة المميزة فيها الانتي سيمتريك لا تسمح بوجود معكوس العنصر الا في حالة واحدة اللي هو يكون مع نفسه ده معنا التعريف ده يبقى انا بقول على الانتي سيمتريك لما لاقي ان ما فيش معكوس عنصر الا في حالة واحدة اللي هو بيبقى المعكوس مع نفسه يبقى العنصر مع نفسه تمام ده معناها ان انا لو لقيت ال ايه والبي بينتملو الار ولقيت برضو معكوسها البي والاي بينتملو الار فده معناه ماشي ده معناه حاجة واحدة بس ان ال ايه والبي دولة متسويين تمام كده طيب ناخد مثال العلاقة اللي عندي دي هل دي انتي سيمتريك انتي سيمتريك او معناها parti معناها بما اللغة العربية عش مغالش معناها باللغة العربية معناها علاقة غير تنازورية تمام هل دي علاقة غير تنازورية اوludes benim ايوه دي علاقة غير تنازورية ليه بقى انا عندي الواحد والاثنين هل عندي اتنين واحد هل عندي معكوس العنصر ده? لا يبقى دي تمام ده ماشي عليه اول حاجة. تمام? لو لقيت الاتنين وواحد لا دي مش هتنفع انتسيمتريك. طيب لقيت الاتنين واتنين. الاتنين واتنين معكوسها ايه? اتنين واتنين. بس دولة ايه? متساويين. لا دي ماشي. حققت. تمام? التلاتة و تلاتة برضو. تمام. يبقى احنا كده نركز في الانتسيمتريك ونكتب مع بعض. الانتسيمتريك لا تسمح بوجود معكوس العنصر الا مع نفسه. تمام? عشان ما نطلق بطش. ندخل على على التمثيلها بقى في ماتريكس. وبنفس الكيفية طبعا هنمثالها زي ما احنا مثلنا السيمتريك. الانتسيمتريك بقى هنا قدر اتعرف عليها او لها حاجة مميزة في الماتريكس. اننا لو خدت العنصر اللي هو الام واي جي. ولقيته بواحد. حلو? فده او يؤدي الى ايه? لان انا لقى العنصر. العكس هو بقى اللي هو لما عكس الصف مع العمود. اللي هو الجي اي. اللقيه بزيرو. تمام? تعالوا ناخد كده ونجرب. انا هنا لو واحد اتنين تلاتة اربعة. وهنا دي واحد اتنين تلاتة اربعة. حلو? تعالوا ناخد العنصر رقم الام واحد اتنين. نشوف معنا بكم? الام واحد اتنين لانه بواحد. يبقى المفروض ان انا لقي الام اتنين واحد عشان تبقى انتي سيمتريك وهي طبعا هي دي تمثيل انتي سيمتريك فهلاقيه طبعا بزيرو. تعالوا نتأكد كده نشوفه. الام اتنين واحد بزيرو. يبقى كده ده بواحد. الام واحد اتنين بواحد. وهنا لقيت عكسه طبعا في الام اتنين واحد. اللي هو بزيرو. تمام كده? ندخل بقى على الحاجة عشان نلخص الموضوع كله في التلاتة عشان هما التلاتة دلو بنلخبط بينهم دايما فانا كده لمتهم كده في الديفينيشن زكعتهم التلاتة نراجع مع بعض تاني السيمتريك انا لازم لو لقيت ان الاي والبي ماشي لو لقيت العنصر هخصيبك من التعريف خلانا اكتبها هنا لو لقيت الاي والبي لازم ان انا لقي معكوسهم معكوسهم ايه البي والاي تمام كده تمام الانتاسيمتريك بقى الانتاسيمتريك انا مستحيل لو انا مستحيل ان انا ان هي تسمح بوجود معكوس للعنصر الا في حالة واحدة الحالة واحدة اللي هي ايه اللي هي ان ايه بتسوي البي ان هما يكونوا متسويين لا انا هسمحلك في انتاسيمتريك انا هسمحلك لكن لا ما بسمحش بوجود ايه بوجود عكس العنصر او عكس الزوج المرتب يعني بما انا صح ماشي كده يبقى ده التناظر يبقى ده العلاقة التناظرية دي العلاقة الغير التناظرية نيجي بقى للأسيمتريك وهي مش مشهورة قوي عشان كده انا ما اعطتش امثلة كتير عنها بس هناخد امثلة في السرايد اللي بعد ده الأسيمتريك معناها باللغة العربية كده مش عارب ضد تناظري اللي هي العلاقة ضد التناظرية يعني بقى الأسيمتريك بكل بساطة كده ونكتب كده عشان نريح دماغنا ومن لغبطش بين التلاثة دول الأسيمتريك بقى نقلك هنا بيقولك لأي عنصرين الا والبي موجودين في المجموعة في الساة ا في الساة ا يبقى لأي عنصرين ا وبي العنصرين دولة لو كانت الا مرتبطة مع البي بواسطة العلاقة ا ار يبقى لأ والبي ممتمين لار فبيقولك هنا ان في الاسيمتريك ان انت مستحيل تلاقي البي مرتبطة مع الا مستحيل تلاقيها في نفس العلاقة ده لكل عنصر حلو كده فور ايفري ا وبي بين تمو الار يبقى راجع تنقولها تاني لأي عنصرين ا وبي في المجموعة ا لو كان الا مرتبط مع البي في العلاقة الار فمستحيل ان انت تلاقي البي والا مستحيل تلاقي المعكوس مستحيل تلاقي المعكوس بقى اذا كان واحد وواحد اتنين واثنين فده غلط يعني بمعنى صحة كده انت لو لقيت العنصر وشبيهه فاعرف ان دي من اول نظرة كده دي مش حلو كده تعالوا ناخد امثلة انا لو عندي هنا بيقولك لو عندي الست واحد واثنين وثلاثة شوف لي بقى الاريشنز اللي انا هدهها لك دي هل هي سيمتريك ولا اسيمتريك ولا ولا انت سيمتريك ولا اسيمتريك او التلاتة مع بعض ماشي او الاريشنز عندي اعطيك هنا الواحد والواحد والواحد والاثنين والاثنين والواحد والتلاتة والتلاتة والاربعة والاربعة هل دي سيمتريك هل دي سيمتريك نشوف اول عنصر ومعكوسه موجود الواحد والواحد والمعكوس موجود الواحد والاثنين هل موجود الاثنين وواحد موجودين تلاتة وتلاتة تلاتة وتلاتة موجودين تلاتة اربعة اربعة يبقى دي ايه سيمتريك اده اول واحدة سيمتريك هل دي انتي سيمتريك؟ هل دي انتي سيمتريك؟ انتي سيمتريك انه يراجعتها برضه عليها انا قلتلك الانتي سيمتريك لها تسمح بموجود معكوس العنصر الا في حالة واحدة اللي هو مع نفسه تمام؟ العنصر ده معكوسه موجود؟ اه معكوسه موجود يبقى دي مش هتنفع انتي سيمتريك طب هل دي تنفع اسيمتريك؟ انا قلتلك الاسيمتريك لقيت العنصر المتشابهة اللي هي 3-3-4-4-1 يبقى دي على طول لا تصلح اسيمتريك نقول ان الاسيمتريك مستحيل تلاقي الحاجة معكوسه عشان تريح دي معك كده في الاسيمتريك يبقى دي تصلح فقط سيمتريك تمام؟ التانية اللي عندي اعطاك الواحد واحد الواحد وواحد دي سيمتريك؟ اه دي سيمتريك هادي شي قدر يقول لي مش سيمتريك العنصر معكوسه طب هل دي التسيمتريك؟ اه دي視ioxيدي ما دي عقوسه اقعنا لقيت العنصر بيسوا بعض صح ترى 満ح دي سيمتريك هل دي انتسيمتريك ؟ ل ادي مش انتسيمتريك عشان النصل متشابه او segments وفي اي تلعونصر معكوسه يبقى دي اسيمتريك والانتي سيمتريك حلو جده التالته اللي عندي في المقام سلة هي الواحد والتلاتة و الثلاثة والاثنين و الثلاثة والواحد هال دي سيمترك الواحد والثلاثة هل في ثلاثة وواحد لم يوجد ثلاثة واحد على طول طالما ما ما لقيتش من اول مرة كده مش تكنك تكرره مع البي على طول عشان هو قالك في ال نكررها تاني برضه لا تسمح بوجود معكوس العنصر الا مع نفسه ايه دي موجودة للمعكوس بتاعها تمام تمام يبقى دي تنفع تمام انا مفيش معكوس للعنصة تمام دي حاجة كويسة الهال دي تنفع بقى الاسيمتريك الاسيمتريك نتفتكرها مع بعض اللي هو مستحيلة لا الحاجة المعكوسة في الاسيمتريك اللي هي ضد التناظرية يبقى دي اسيمتريك ano动 ارشان عاندي كده انتسيمتريك واسيمتريك اخر ريشان عاندي هي الاربعة والاربعة وال�التلاتة وال Ian والاربعة الاربعة والاربعة مع الكوسين موجود ما تنفع ماشي اه الى الثلاتة وثلاتة ماشي الواحد والاربعة هل في اربعة واحد يبقى دي مش تنفع. تمام. انتي سيمتريك انتي سيمتريك. دي تنفع انتي سيمتريك لان الواحد والاربعة ما فيش لاربعة واحد. الانتي سيمتريك تاني. لا تسمح دي بكرارها الرابع مرة تريد منه ولا خامس مرة. الانتي سيماتريك لا تسمح بوجود معكوس العنصر الا في حالة واحدة اللي هي مع نفسه. تمام? يبقى دي تنفع. هو لديよう 2005 لي acompañت الحاجة او عكسها. اللي هو التلاتة والتلاتة مسلا او الاربعة والاربعة. يبقى دي لا تصلح. يبقى دي فقط تمام كده. يبقى احنا كده وضحنا السيمتريك والانتسيمتريك والاسيمتريك عشان ما ننغبطش بينهم ودينا اعطتكم عمسلة بينا. نخش بقى السلايات اللي بعده السلايات اللي هنا هيكلمني على اللي اسمها او الدلة ناقلة او المتعدية بمعنى صح. باللغة العربية مش عارف ترجمتها ازاي ترجموها كده اصلا. امتى بقول عن الاربعة ان هي ترانزيتف لما يتحقق الديفينيشن ده او الشرط اللي عندها. يمكن ان الترانزيتف هي اسهل حاجة التعرف عليها انها مميزة يعني مش دايما مش بتلغبط بها. هي صعبة ان انا هتلحها او اتأكد ان هي ترانزيتف بس هي سهلة يعني التعرف عليها ان هي ترانزيتف ولا لا. تمام? لو عندي مثلا على سبيل المثال القدامي دي. عادي شوف هل هي ترانزيتف ولا لا? تمام? تعالوا نجر. نشوف بقى الاول الديفينيشن. الديفينيشن بيقول لي ايه? بيقول ان انت لو لقيت ايه وبي. الايه مرتبطة مع البي في العلاقة اللي اسمها ار. ولقيت البي والسي مرتبطين في العلاقة اللي اسمها ار. انت المفروض ده يؤدي او ان انت تلاقي برضو الايه والسي. بينتمل الار. نراجع تاني كده انت لو لقيت الايه والبي في زوج مرتب في الريشنز. ولقيت البي والسي في زوج مرتب في الريشنز. يبقى انت المفروض ده يؤدي ايه عشان تسامي الريشنز دي ترانزيتف انت المفروض تلاقي الايه مع السي في زوج مرتب. تمام كده? تعالوا نشوف العلاقة دي ونختبر الكلام ده. نبدأ باول زوج مرتب. الواحد بواحد. الواحد بواحد انا هقول ان ده ايه? وده بي. انا ماشي معد البي هنا واحد. هشوف بقى البي والسي. يبقى هشوف العناصر اللي بتبدأ بايه? بواحد. عشان البي هنا عندي بواحد. انا عندي واحد واتنين واحد وتلاتة واحد واربعة. اخد اول واحد. ماشي? اللي هو البي سي ده. البي وده سي. المفروض الاقي الايه مع السي? اللي هو الواحد مع الاتنين. هل في واحد واتنين? اه ما في واحد واتنين اهو. تمام. نتجرب بعد كده مع التالتة. الواحد والتلاتة. الواحد والتلاتة دي بي ودي سي. هل في الايه والسي اللي هي واحد وتلاتة? اه في واحد وتلاتة اهو. وهكزا الواحد والاربعة. في واحد واربعة. اه في واحد واربعة هو. اللي هو ال ايه ادي السي كده وادي دي الايه. تمام? وهكزا. نخش بعد كده عن اللي بعديها. هتشوف هتعمل دي ايه ودي بي. هتشوف الحاجات المنتهية باتنين. ايه اللي хват données باتنين واتنين واتنين واربعة. هتشوف. يوبقى نعمل دي ايه بي وصي هتشوف الواحد مع الاتنين. هل في واحد واتنين? اه في واحد واتنين. طيب. الاتنين واربعة. هل في واحد واربعة? اه في واحد واربعة. وهكزا. هتلاقي ان دي بقى طلعت معك ايه? ايو. دي ايه تمام كده? يبقى هتمشي على كل زوج مرتب لغاية ما تتأكد ان هي عشان كده بقول لكم هي سهلة ان انت تعرف ان انت الطريقة اللي تحصل بها على ان هي تعرف ان هي ترانزيتف ولا? بس انت الطريقة نفسها عشان تطبقها صعبة. بيتطول معك. خاصة اللي كانت طويلة يعني. تمام? عشان كده الترانزيتف اه غلسة شوية في الحتة دي. تعالوا ناخد مثال على حاجة مش ترانزيتف. حاجة دي مثلا. هنبدأ مثلا مع دي. ادي الايه? والبي. هدور على الحاجات اللي بتبدأ بايه? باتنين. اللي بيبدأ باتنين اتنين واحد. تمام? يبقى دي ايه? البي والسي. المفروض الاقي علاقة بين الايه والسي. هل الايه والسي مرتبطين اللي هو الواحد والواحد? هل في واحد واحد هنا? مفيش. يبقى على طول. من غير ما اكمل ايه? علشان ايه? علشان الواحد والاتنين بينتامي للار. انا عند ده دي واحد واتنين. اللي هو الايه والبي. ولقيت كمان ان فيه اتنين اه في اتنين واحد اللي هما البي والسي. ملتمين لار. لكن ملقيتش الواحد والواحد اللي هو الايه والسي. ملتمين لار. يبقى دي ما تنفعش ترمية هتفة. تمام كده? تمام? اه مسال تاني برضو. ناخده. ادي واحد او ادي واحد واتنين. اه الواحد والاتنين هنا. الواحد والاتنين هنا هل ده ايه? وده بي? هنشوفوا اللي بيبدأ باتنين. اللي بيبدأ باتنين الاتنين دي اتنين اتنين. يبقى دي كده بي. سي. هل فيه ايه وسي اللي هو واحد واتنين في واحد واتنين اهو. تمام? ندخل على البعده. هل? الاتنين والاتنين? هقول ان دي ايه? ودي سي. حل? الاي والسي. الاي والبي سوري. ماشي? البي هنا باتنين. هشوفوا اللي بيبدأ باتنين. انا عندي اللي بيبدأ باتنين اتنين اتنين. هو دايما الترانزيتف كده لو لقيت حاجات متشابهة مع بعض. يبقى اعرف ان دي ترانزيتف. عشان بس ما نطولش. طالما لقيت اتنين اتنين والتلاتة والتلاتة ولقيت يعني حاجة كده مرتبطة بينهم في النص يبقى عديق على طول ترانزيتف. ماشي? اه دي الاي والبي تعال بس عشان احنا لقبطنا الدنيا هنمسح العك كده. ان نبدأ بقى في الزوج المرتب التاني. انا قلت ان ده ايه? وده بي. ماشي? هدور بعد كده على اللي بيبدأ بالاتنين. اللي بيبدأ بالاتنين اهو برضو. هعمل ده بي. سي. هل في اتنين اتنين? اللي هو الاي والسي اتنين واتنين? اه في اتنين واتنين. وفي ناس الكيفية مع التلاتة والتلاتة. يبقى هي مرياحة مخة لما يبقى. الاتنين متشابهين كده اه اه على طول. يبقى ده ترانزيتف. يعني انت بمعنى صح لو لو لقيت لو انا جبتلك كده. واحد واحد واحد. واتنين واتنين. وثلاتة وثلاتة. واربعة واربعة. كده مش عارفة اكتباص له. واقولك ان ده ترانزيتف ولا? لا. على طول من غير ما تبص وتجرب وعلى طول ده ترانزيتف. تمام? بس لازم ان يكون كلهم متشابهين. يعني اه لكن لو كان في واحد واتنين مسلا. لا. لازم تجرب. انا افرض جبتلك واحد واربعة. فدي مش تبقى ترانزيتف. تمام? تمام. ناخد بعد كده الكمباينج اه حاجة سهلة كده على الماشي. اه احنا زي ما بيقولك هنا بيقولك ان اله احنا عارفين ان هي عبارة اللي احنا عملنا نعيد ونديد فيها. فعشان هي من فهي بتقبل بقى ايه العمليات? ماشي? طالما هي اه ممكن نعمل لها اتحاد يونيون وانترسيكشنز وديفرنس اللي هو الفرق والاا تمام? ناخد اول حاجة اللي هو الاتحاد انا لو عندي ار واحد وار اتنين. ادي اه ادي اللي عندي اللي طلعت منهم. فلو عايز اجيب الار واحد اتحاد ار اتنين هضمهم. بمعنى صح كده هضمهم كلهم في حاجة واحدة. تمام? اجب التقاطع بقى هم متقطعين في ايه? متقطعين في ايه? متقطعين في دي. يبقى اجيب التقاطع هكتب الليه? ان هم متقطعين في التلاتة واليو. الفرق بقى هشوفوا اللي موجود في الار واحد ومش موجود في الار اتنين. اللي موجود في الار واحد ومش موجود في الار اتنين هو ايه? الواحد واليو والاتنين واليو والاتنين والفي. كل ده مش موجود في الار اتنين. الفرق بقى بين الار اتنين. اللي موجود في الار اتنين مش موجود في الار واحد. اللي موجود في ار اتنين عندي الواحد والفي والتلاتة والفي. موجودين في ار اتنين مش موجودين في ار واحد. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو اضغطوا لايك على الفيديو وعملوا سبسكرايب في القناة والسلام عليكم وبركاته. اشتركوا في القناة